عائلة أبو نصر أحد العائلات الفلسطينية والتي تأوي نازحين في بلدة بيت لاهية التي ارتكب الجيش الإسرائيلي بحقها مجزرة كبرى حلت بهم في داخل المنزل الذي يأوي أكثر من 300 مواطن مدني ومسالم في بيت لاهية هذه هي عائلة أبو نصر وهذا ما تبقى من العائلة الذين دفنوا تحت أنقاض منزلهم نستضيف معنا عبر قناة الغد اليوم عائلة أبو نصر هؤلاء ما تبقى من تحت ركام هذا المنزل الحمد لله على سلامتكم الله يسلم عرفينا بحالك زوجة الشهيد رائد أبو نصر تمام شو اللي صار معاكم؟ ساعة 12 تقريباً سمعنا دبة قوية كانت لدار عودة جراننا نعم اليهود قصفوا عند دار أبو نصر قصفوا الدرج نعم درج قصفوا ما قدروش ولا حد ولا أي حدا ينزل فيك نصابين كان في شهداء كان في شهداء في داخل هذا المنزل وما قدرناش نطولهم هذه في الدربة الأولى يعني كانت أول دربة وكانت يعني الدرج عشان ما حدش ينزل ما حدش يسف أي حدا لما عكنا ناجل واحد من عائلة أبو نصر محمد نبيل عيسى أبو نصر فجأنا في ضرب جراننا في الليل ما يقارب ساعة عشرة أنا عشان يساكن في الأرض مش في بيت الدرج من فوق قدرت أنفذ أشرد وأنا شارد رغم أني شارد أخت علي الكابتر ليش اطناعت من الدار وأنا فيش عليش مواطن مسالم نحن نتحدث عن بيت خمس طوابق أه بتتكلم عن خمس طوابق يبقى عشر شقق نعم عشر شقق يعني العدد الرسمي للسكان نتعلم أن العمارة يحتوى عالمية لأساس ناجي منهم أربعة لكن العدد الإجمالي مع النازحين عادل 230 واحد شردت وتخبيت اتفاجعت الساعة أربعة وخمس زقايق بجوا العمارة مش سواريخ براميل براميل نزلوا يعني الزقوف نزل الكتل بطون اطنعت سرت أناشد الأم كلها وأناشد العائلات كلها اللي في المشروع تيجي تلحقني تيقف معايا لكن أصحاب النخوة طلعوا لكن نص ساعة لما طلعت الغبرة ما قدمناش نشوف بعض سرنا بتجوالات نزحق من اللي فيه الروح يناني الروح نكسر على البيان ونطلعوا أطعنا ما يوقار بس لا يعني مش أقل خمس عشر واحد بس اللي أطلعناهم مصابين والباقة جتت الأرض مرشو مرشم العماير اللي حوالينا كل هالملانة جتت جتت يعني مش يعني فيش جتة كاملة كلهم قطع فيش روس فيش رجلين يعني مش عارفش كميش اللي دفنتهم اللي دفنتهم أنا بإيدي أول يوم أنا لباقة الناجي الوحيد معالة أبو نصر يعني دفنت أول يوم بإيدي مئة وسبعة عشر واحد وما تبقى لسه تحت الرقام بعادل مئة وثلاثين واحد وإحنا في صباح للساعة أربعة ونص اتوصلت مع الدفاع المدني مع الصليب ومع الدنيا كلها مع الأسعفات ولا واحد قال لي ممنوع آجتنا شرم من إسرائيل ولا واحد يتوجه على منزرة عائلة أبو نصر ورفعوا علي جوالات قالوا الصليب والأسعفات والمطافي ممنوع حد يتوجه على منزرة عائلة أبو نصر تمام أخرجوكم الجيش بتحت تهديد السلاح اليوم أنت وطلعتوا مبارح نعم إيش اللي صار يعني فوق نصبونا شبحاننا انتقلنا عضار تانية فجانا الساعة القدايف وفي 16 وقفت على الشباك عقباننا وصبحنا طلعين ما ضناش قاعدين لأنه خلص قلنا نحافظ على هكا من والد اللي ضيلين يعني الآن انتوا بتتلقوا في علاجكم في المصابين آه هالدولة حين جيبتم منهم نعليجهم في الهانة في المستشفى وإننا مصابين في المستشفى كمال عدوان وفي العودة وبالناشط في الصليب يجيبهم هانا يعليجهم ولا واحد رد يرد علينا الله سبحكم أسم الله ألف سلام عليكم الله يساعد يعني هذه هي عائلة أبو نصر واحدة من العائلات التي ارتكب بحقها مجازر إسرائيلية وهذا ما تبقى من العائلة من تحت ركام منزلهم محمود أبو سلامة قناة الغد شمال غد شكراً للمشاهدة